منطقة جذب سياحي بامتياز تحولت إلى مدينة أشباح حكاية متنزه زي القومي ومصير جهود إعادة تشغيله في هذا التخرير هذه الساحات الخالية والمرافق المتهالكة كانت بالأمس القريب عامرة بالزوار والمتنزهين اليوم لا حياة في متنزه زي القومي الواقع شمال غرب مدينة الصلط وليس في المكان سوى هذه الأطلال المتنزه له كذا سنة مغلق وأصبح المتنزه مكان فيه نفايات كثيرة وبطل يرتادوا حدا وأغلق من أربع سنوات محاولات إعادة الحياة إلى متنزه زي بدأت مؤخرا عبر جهود من المجلس البلدي ومجلس المحافظة بالتواصل مع المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي الجهات المالكة والمشغلة للمتنزه نتأمن على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشغيله والأولوية تكون لأبناء المنطقة في حال تشغيله بإذن الله تم تسويبه حديثا منذ قرابة الشهرين فقط لغير تم تسويب أوضاعه مع الضمان الاجتماعي وإحنا بصدد فتحه حاليا يا سيد العزيز تم تسويب أوضاعه كاملة مننا إحنا كمجلس بلدي الصلط بتفويض مباشر وبدعم مباشر من عطوف الرئيس البلدية وعضاء المجلس الكرام كاملين تم حصوله على إذن أشغال كاملة وترخيص كاملة وهو الآن وضع القانون سليم مية بالمية وبعد انتهاء نزاع قضائيا مع المستأجر السابق يجري العمل على طرح عطاء جديد لتشغيل المتنزه تمكننا من أنه نحصل على ترخيص لهذه الاستراحة والعمل الجاري الآن على طرح عطاء استثمار هذه الاستراحة للمرة الثالثة طبعا المرة الأولى والمرة الثانية ما كانت الأسعار المقدمة من قبل الراغبين في هذه الاستراحة بما يتناسب مع المؤشرات الاستثمارية الموجودة لهذه الاستراحة الكثير من الأمال ما زالت معلقة على بوابة متنزه زيه الموقع السياحي الذي أفقده الإهمال جاذبيته فأغلق لسنوات عادت بخسارة مشتركة على المتنزهين ومشغلي القطاع السياحي وخزينة الدولة